بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك ممكن تكون عم تتعامل مع برج مائي او برج هوائي ممكن ايضا ابراج نارية لانه في عندي ايضا اوراق نارية ولكن البرج اللي عم تتعامل معه عم شوف انه عم شوف انت بتمشي على حسب كيف ما بتحس يعني بتخلي قلبك هو اللي يكون دليلك باتخاذ القرارات على عكس هالشخص هالشخص بيستخدم المنطق والتحليل اكتر من العواطف يعني حتى عواطفه ومشاعره هالشخص بيحب يحللها اول او يركز عليها اول او يفتحها ويدرسها اكتر منما انه بسرعة ينتقل او بسرعة يفوت فيه علاقة ولكن هو عم يبحث الى بداية عاطفية جديدة وممكن ايضا هالكرت يرمز انه هو عواطفه تجاهك انت عواطف كتير فياضة ممكن مش عم بتحكو مع بعض او ممكن هالشخص انت بس تحكي معه يكون الفرند تبعه هاي او الشخصية تبعته هاي او يكون تحسه من برا شخص كتير جامد شخص كتير جاف شخص يعني ما في اي مشاعر بتظهر بس من جوه من جوه مشاعره كتير فياضة عم يغرق فيهم ولكن هو بيحب الامور تكون دائما عادلة وبيحب يكون دائما منصف هالشخص عم شوف العامل المشترك بينكم فانتو الاثنين عم تبحثوا على استمرارية بالعلاقة عم تبحثوا عن استبيلتي بالعلاقة ممكن انت نظرتك تكون شوي جدية اكثر من هالشخص لانه عندك اوراق روحية هالشخص ممكن يكون بده العلاقة شوي عفوية تكون اصدقاء بالاول او اشي مثل هيك مبين ايضا انه انت اللي بتوصل مشاعرك او بتحكي لها مشاعرك اكتر من هالشخص يعني انت اللي قلبك ومشاعرك مفتوحة لها الشخص وبتحكي له بتعبر اكتر من ما هو بيعبر بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوف انه في عندك ستتين سكس او كبس الستة بتحكي عن التوازن وهالشخص طاقته ايضا بيحب انه الامور تكون متوازنة فعم شوف انه انت عم تحاول بالمستقبل تستخدم نفس الطاقة انه تكون متوازن ومنصف بحق هالعلاقة سواء او بحق حالك ايضا سواء كان بمشاعرك او سواء كان بالارتباط مع هالشخص لانه هالكارت بيحكي عن توازن بالاخذ والعطاء بالعلاقة على سنز او على حد ارضي يعني على حد التزامات جدية التزامات ارضية بالعالم الارضي ولكن السكس او كبس بتحكي عن المشاعر فممكن تكون العالم الروحاني ايضا فعم شوفك بالمستقبل عم تحاول توجد توازن بين الامور الفعلية وبين الامور اللي هي الحسية او العقلية او الروحانية ممكن انت تكون عواطفة تضغي عليك اكثر من انك تكون شخص منطقي تتصرف بعواطفك اكثر من انك شخص منطقي ولكن اشي منيح انه انت يعني بتسمع العواطفك من جوه او بتتبع عواطفك من جوه مبين ايضا خطوات الحبيب القادمة في المستقبل يعني عم شوفك انت عم تتذكر ايضا اذا كان في بينكم اذا انتو حاليا مش عم تحكوا مع بعض وكان في بينكم تواصل بالماضي عم شوفك انت عم تتذكر عم تتذكر الماضي عم تتذكر الذكريات اللي صارت بعينك انتو هالشخص بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه من بعد يعني رح يمر بفترة خيبة امل او خسارة عاطفية ممكن اذا انت تركت هالشخص عم يحسوا كأنه في فرصة ضاعت من بين ايده لانه فيه بالمستقبل ايضا رحيل فممكن انت ممكن انت يعني الطاقة المشتركة هون بينكم فيه شخص عم عم يترك مشاعره او ممكن عم تترك اشياء قديمة ايضا بشأن اشياء جديدة هالشخص ممكن يكون عم يحس بخسارة لانه عواطفه اللي عم بيحس فيها مش قادر يترجمها او مش قادر يوصلها للك بالاصح او بيحس انه دائما لازم يكون في عنده البرسونة هاي او الشخصية هاي ايضا هالشخص ما بيحب الخسارة ما بيحب دائما يكون هو نمبر وان بيحب هو يكون الاول بيحب هو يكون يعني شخص عنيم بيحب هو اللي ينتصر باي نقاش باي مشكلة باي اشي ولكن من جوه هو شخص ايجابي بتحكي عن براءة داخلية بها الشخص وهو من جوه شخص يعني شخص عقليته او تفكيره شوي ممكن تكون طفولية اكتر او عفوية اكتر انت ممكن تكون جدي اكتر بالتفكير من هالشخص بدنا نوضح هالشخص ليش اه بالمستقبل ليش في عنده هال خيبة هالخسارة ليش عميحس انه فيه فرصة ضاعت من بين ايدو او عميحس بخسارة عاطفية من نوع ما بدنا نشوف شو هي هالوراق وقعد تحت بس بدي نجيبه وراقك عم بتطير يا برج الحوت فندي لخبط الدك مرة تانية طيب بدنا نشوف ليش هالشخص حزين في عنده اختيار لازم يقوم فيه هالشخص ممكن يكون محتار او ممكن يكون في عنده شخصين او قرارين بده ياخد منهم بده يختار منهم ممكن يكون ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه برج الجوزاء لانه هالكرت يتبع برج الجوزاء وهو بحيرة من امره عاطفيا لانه فيه مبين انه عنده عرض حب من شخص اخر فيه شخص اخر هون بحياة هالشخص مبين انه في عنده عرض حب عم يقدم له من ضمن شخص ولكن هردو الحب فيه شوي من التلاعب لانه seven of swords هو لص التاروت او السارق في التاروت ففيه اشيه عم يخبيه هالشخص ممكن عم يخبي طرف ثالث بالعلاقة او ممكن ايجاع عرض حب من طرف اخر وعرض الحب هيدا مش صادق أنا انه seven of swords شخص تريكستر ايضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه تريكستر بمعنى انه ممكن يبين لك شخصية الظاهرة ولكن الشخصية اللي هي في العمق او في العقل الباطني شخصية اخرى فهالشخص عم يحس بخسارة عاطفية لانه ممكن يكون محتار بين شيئين محتار بين شخصين مش قادر ياخد قرار ومش عارف يودي وين مشاعره هالشخص مش عارف لمين يعطي هالكاسة ممكن يكون الشخص اللي عم يقدم له عرض حب من دائرة الاصدقاء حوالي ايضا بان نشوف لانه الطاقة اللي بينكم رحيل هون المشتركة فبان نشوف شو هي يعني شو رح تتركه بالضبط ام اوراق كتير حلوة لانه عندك هون رحيل بس رحيل من شو بالضبط موقفين شخص عم يتعامل مع شخصين في عنده فكرتين بده يختار منهم المون كارد ورقة اسرار ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا برج السرطان او ممكن هاي اسرار بينكم مخباية The Emperor ففي وقفة رح تصير هون في اتخاذ قرار رح يصير هون بانه ممكن انت اذا عم تحس انه هالشخص في عنده او هو العكس ممكن يكون اذا هو عم يحس انه في حدا بحياتك وانت عم تحس انه في حدا اخر بحياته ممكن انت توصل الى الى منطقة او الى نقطة انك تاخد موقف صارم بانه هالشخص يختار بينك وبين الشخص الاخر انا بتوقع الشخص هاد اللي عم تتعامل معه الشريك هو اللي عنده اطراف اخرى لانه الاوراق متشابهة فهمت عليه فانت عم تحس انه في اسرار مشاعر بالعلاقة متحس انه في مشاعر مخباية وانت بدك توصل الى توضيح او بدك تبعد حالك تماما من هالنقطة فبطاقتكم بالمستقبل انت رح تجبر هالشخص او رح يصير في بينكم تواصل بحيات انك تحكي لهالشخص انه بدك يحط نفس الاهتمام بالعلاقة مثل اللي انت بتحطه او رح تترك العلاقة ورح تترك التواصل عم شوف لانه انت بدك علاقة صادقة هون بدك شخص منفتح اطفيا ما بدك اسرار هون ما بدك اشخاص اخرى بالتواصل ايضا يعني انت مشوفك مصمم عم شوفك امتخذ قرار وعم تمشي ورا ما بدك الشخص الاخر يكون معه شخصين او يكون في حيرة من امره عم يحاول يوازن بين هاد ويوازن بين هاد متل ما انت بتعطي بدك ابدك الشخص اللي عم تتعامل معه يعطيك ايضا ولكن فيه رح يكون ايضا ممكن يرمز الى انه رح يكون فيه رحيل عن الاسرار يعني رح تتركه يعني هالشخص رح يوصل الى اتخاذ قرار بانه يترك الشخص الاخر او يترك او الطرف الثالث مثل ما بنحكي لانه مبين انه علاقته معك او مشاعره تجاهك مشاعره كتير صابقة بده بداية عاطفية جديدة معك ولكن فيه طرف هون بحياة هالشخص عم يسبب له تشوش عاطفي وممكن ايضا الشخص اللي بحياته بحياة حبيبك بحياة شريكك عم يستغل عم يستغل براءته طيبة هالشخص وكونه انه بحب انه يكون غادل ومنصف لانه الطرف الثالث عم يشوف طاقته كتير تلاعبية شخص كتير بتلاعب بالحكي فهو بطاقتكم المشتركة عم يشوف انه هالشخص رح يصر الى اتخاذ قرار والرحيل عن شخص معين او على علاقة فاشلة بينكم بين يعني الشخص اللي عم يتعامل معه الطرف الاخر لانه الطاقة هاي مشتركة فهو عم يتخذ قرار ومش رح يتراجع عنه قرار بالرحيل رحيل عن الاسرار طاقة مشتركة بينكم الاثنين رحيل عن الاسرار رحيل عن اذا كان في طرف ثالث او اي لخبطة بالموضوع لانه مبين انه انتو التنينات قوم عم تبحثوا عن يعني راحة البال مش عم تبحثوا عن عن وجع راس وعن مشاكل وعن لخبطة هون واطراف هون الوضع صريح الوضع واضح بينكم فقط الاشي اللي بحياة حبيبك وشريكك حاليا هو هالطرف الثالث اللي هو عم يستخدم طاقة تلاعبية كتير وهالشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير فير شخص كتير عادل بيحتاج وقت ممكن انت عم تشوف عم تشوف وحكيت للشخص اللي عم تتعامل معه انه في حدا بدائرة اصدقاءه بياطرافه انت ما بتحبه او بتشوف انه طاقته لانه برج الحوت شخص كتير انت شخص كتير بتحسه بتحس بنوايا الاشخاص الاخرى حتى اذا كانت يعني مش واضحة ولكن البرج اللي عم تتعامل معه برج هوائي ما في عنده التواصل مثل الابراج المائية الابراج المائية بتحس اكثر ممكن تقرأ او تفهم الشخص من وجهه من حركاته بدون ما يحكي بس البرج اللي عم تتعامل معه شخص كتير يعني على الورق واحد اثنين ثلاثة فممكن انت ايضا تشوف انه تعرف انه هالشخص مش مش منيح بالنسبة له ممكن يكون عم يتلاهر بانه صديقه ولكن بده بالفعل يخرب بينكم العلاقة وانت بتشوف هالاشي بتشوف الوجه المظلم بالشخص ولكن هو مش عم يشوف الوجه المظلم عم يحاول يخليها بطريقة كتير منطقية يحلها بطريقة كتير منطقية اوكي حبايبي فيعني بالمستقبل عم شوف انه هو رح يوصل هالشخص الى اتخاذ قرار بشأن الطرف الثالث اوكي حبايبي برج الحوت اذا عم تستنى الى الى رسالة او حكي من هالشخص او تواصل بينكم عم شوف انه هو فقط بهالفترة بيحتاج الى فترة وقت مستقطع يوزن الامور او يحل اموره اوكي حبايبي برج الحوت اتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيت القراءة اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة